موسيقى مرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو بانتليمان ولو دي اول مرة بتشاهد القناة فحضرتك على قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها وكيفية ادارة المحافظة البي اي بي عن بعض وقبل اي حاجة بنرحب ب10500 مشترك انضمه للقناة فلو دي اول مرة بتشاهد القناة نربط تفعيل الجرس وتفعيل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وتقدر تنضم لقناة التليجرام المجانية اللي هتلاقي البر كود قدام حضرتك تقدر تعمله سكان او تاخد الروابط من قناة التليجرام الخاصة اللي موجودة في صندوق الوصف عشان تتأكد انك على القناة الاصلية مش قناة مزورة بتتعمل باسمنا وتتجنب المحتلين اما لو محفظت حضرتك اكبر من 8000 USDT فتقدر انك تاخد من صندوق الوصف رقم الواتس الوحيد الخاص بينا تقدر تتواصل معنا نعرف المشاكل الخاصة في محفظتك ونقدر ازاي نحلها عن طريق اشتراكك في الاشتراك ال-VIP وادارة المحافظ عن بعد وده بيكون عن طريق سدد اشتراك سنوي كنتو 3000 USDT بيتم دفعها من قيمة التمن تلاف الخاصة في المحفظة او ما يزيد بيتدفع مرة واحدة مقدما وبنقوم مع حضرتك بطريقة ادارة المحفظة عن طريق التوجيهات المباشرة بيننا وبين حضرتك وبتقسم الارباح عند جنيها من 40% بترسل للقناة و60% بتحتفظ بيهم في محفظتك اليوم عندنا حلقة مهمة جدا عايزين نتابعها فتعالوا نشوف ايه هم الاحداث اللي خاصة في سوق الكريبتو تعالوا معنا بعد الفصل سوف نحوكم من جديد ونشوف احوال السوق عامل ايه من مبارح والسوق فيه اضطرابات كبيرة فاحنا حاليا في الكون ماركت عندنا 944 مليار 854 مليون 366 ألف دولار أمريكي تدولت في آخر 24 ساعة قليلة جدا بنسبة 45 مليار 603 مليون 431 مليار دولار أمريكي بنتكلم ان احنا عندنا البيتكوين نزل با الاستحواس 39.59 الاثريم ايضا لازال في مستويات منخفضة عند 17.25 عدد الرملات الرقمية هو الوحيد اللي افتزايد ل21247 عملة رقمية امبارح حصل احداث مهمة جدا وكان لازم ان احنا ننبه عليها كل اخواتنا بذات الناس اللي موجودة على تراث تولد وشغالة عن متا ماسك او الناس اللي دايما شغالة على تغيير البي ام بي للبي سمارت تشين فانبارح حصل حدث مهم جدا عايزين نعرف ايه اللي حصل هنشوف البي ام بي معنا حصل عملية اختراق للبي ام بي وحصل عملية سرقة بمئة مليون دولار عملات بي ام بي وعلى اساسه تم بعض يعني امتناع ما بين التجديد او التبديل ولو انت عملت تبديل حتى على تراث تولد هيبدأ تعملك حظر والعملة هتتوقف لعدد من الايام ويعالم ترجع او ما ترجعش نقول تاني نقول تاني عشان نعرف مستوعب كويس حصل هاكر الهاكر ده قدر ان هو يستغل الشبكة الخاصة في البي ام بي وقدر ان هو يسرق ما يعادل مئة مليون دولار فكان رد الفعل الطبيعي من شركة باينانس انها توقف عمليات حتى التبادل اللي موجودة على يعني الخاصة ما بين البي ام بي اللي هو العادي طيب كان فيه ناس بتجري تحولات مبارح على التراست والد بالفعل تم خسارة كبيرة لعدد كبير من اخواتنا مبارح بسبب اني في اوب ديت لخوفهم من عملية السرقة والهاكر وان يكون دي عملية من عمليات طريقة البيع كمان للعملات اللي اتسرقت اللي هما اساسا عايزين يعرفوا يراحت فين ومقدمين جايزة 10% للي ممكن يديهم اي معلومات 10% من قيمة العملات اللي اتسرقت لو يديهم اي معلومات عن الحاكرز اللي سرق العملات دي وهم اللي عدد من الايام عطلوا عملية التبادل طيب ده مهم بالنسبة لنا فيه مهم انك دلوقتي ما تغيرس سمارت تشين لو معك بي ام بي يفضل بي ام بي لو معك سمارت تشين يفضل سمارت تشين ده في بعض المنصات كمان وقفت ارسال الوزدرو بتاع البي ام بي فاذا ممكن تشتري بي ام بي من على العادي من على المنصة ولكن ما ينفعش تبعاته فلوسك موجودة جوه المنصة وسبتة فلذلك بدل ما تخسر مثلا 50 دولار 100 دولار 1000 دولار واحد بيغير عشان يشتري عملة مهمة مثلا ب2500 دولار فبدل ما تخسر هذا المبلغ كان اولى واهم انك تعرف كويس جدا بانك ممنوع منعا باتا في هذه الفترة يمكن على القلل خمس ايام او اسبوع لحين الانتهاء من مشاكل الخاصة بالتراست والت الخاصة اللي شغالة ببنك اكس سواب وشغالة مع البي ام بي سمارت تشين اذا ما تعملش اي تغييرات في الوقت الحالي لان اي تغيير هتعمله مش هيوصلك وممكن ممكن ممكن تزيع فلوسك اللي انت عملت بيها سواب بين البي ام بي لبي ام بي سمارت تشين او العكس يعني حتى لو بعت عملة وكسبت فيها كويس دلوقتي وحاولتها البي ام بي سمارت تشين لما تيجي تحولها البي ام بي عشان تسحبها برا مش هتعرف طيب بالنسبة للظروف السيئة اللي موجودة في السوق اعمل ايه هقولك تعملي افضل حل ممكن انك تحط الفلوس دي في البي او اس دي ليه البي او اس دي لان البي ام بي دلوقتي سمارت تشين تقدر تبيحها على بنك اكس سواب وتخليها متخزنة في رقم يعني عملة سبتة ايه هي العملة السبتة هيبقى البي او اس دي لاني اساسا اليام اللي جاية ايام فيها صعوبات كبيرة جدا والكلام ده كنت بنحذر منه من فترة كبيرة تمام ولا زالت الامور بتسوق اكتر يعني خطوة بخطوة اذا الحل الامسل بالنسبالي لو انا عملت عملية مثلا مهمة او عملت حاجة اني اسحب المبلغ ده واعمله في عملة البي او اس دي وما حولش ليه بي او اس دي واضح بشكل كبير الكلام اللي قلته طيب عايز اشتري بقى يبقى ساعتها اشتري بدل ما اشتري بي او اس دي واشتري بمقابله من على بنك اكس سواب اشتري بمقابله وعملة البي او بي سمارت تشين ودي حالة هيجوز فيها الوضع ده وتقدر تخش تعمل اكتباتك والامور تمشي تمام وما فيش اي مشكلة ووجب التحذير لان في ناس من امبارح واول امبارح خسرت ارقام كبيرة جدا وملهاش اي زنب ولا زلنا ما نعرفش بالطبع نعرفين يعني السابورت اللي موجودة على تراست ولد صعب جدا 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 في الوصول اليه والتعامل عليه بالطبع فحرم انك تخسر فلوسك فوجب التنويه بفيديو يوضح من الالف الى الياء الامور ايه اللي بيحصل فيها والايام اللي جاية لمدة على الاسبوع تنتظر لحين ما نقول لك اشعار تاني فلذلك لو انت اول مرة بتشاهد الفيديو ده فعل الجرس معنا وتقدر تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد وتقدر انك تنضم على التليجرام قناة التليجرام المجانية تتابع برنامج الماشي اللي احنا بنزلينه اللي ممكن تحقق منه ارباح كويسة وتكون مستعدة على اصدار هذا البرنامج بعد الانتهاء من التجربة الكاملة وسحب الفلوس وكل ده هيتم امامكم بشكل علني بحيث يبقى متطمنين من قبل ما نحط اي برنامج للاستثمار انك تبقى متطمن ليه وتبقى متطمن وعارف فريق العمل بتاعه ازاي ويبقى انت عارف حقيقي انك لو مشيت تعبت كل الكلام ده بجد هتاخد فلوس مش هيكون كلام وخلاص احياتي ليكم دمتم في رعاية لا وامنه كنتم مع قناتكم كريتو بنت ليمان كناة متخصصة في سورة عملية الرقمية وكيفية ادارة المحافظة البي اي بي عن بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة